في رسالة تمت قراءتها في مركز الحوار الإنساني أعلنت منظمة إيطال انفصالية انتهاء رحلتها وحل هيكلها متخذ قرارا بإنهاء وجودها لدعم ما سمتها مرحلة تاريخية جديدة منهية بذلك آخر تمرد مصلح في أوروبا ومخلف وراءها مئات من القتل وتاريخ دموي من التفجيرات والاغتيالات بعد قرابة ستة عقود من المطالبات الدمية التي أسقط خلالها حوالي ثمانمائة قتيل وألاف الجرحة أعلنت حركة أرض البسكو الحرية الانفصالية والتي تعرف بحركة إيتا عن حل نفسها تماما وإنهاء أي نشاط سياسي لها إيتا التي تأسست للمطالبة بإقامة دولة مستقلة بمنطقة البسك شمال إسبانيا وجنوب فرنسا أعلنت تفكيك كل هيكلها في خطب نهائي مؤرخ وزعته على وسائل الإعلام المختلفة حكم الدكتاتور فرانج وفرانكو عام 1959 تأسست هذه الحركة الانفصالية نتيجة للقمع السياسي والثقافي الذي عانى منه سكان منطقة البسك متخذة من العمل العسكري وسيلة للمطالبة بالاستقلال وذلك من خلال تنفيذ عمليات اغتيال وهجمات بالقنابل في كل من إسبانيا وفرنسا كان أبرزها اغتيال لويس كاريرو بلانكو وهو من اختير خلفا لفرانكو في عام 1973 وفي عام 2011 وبعد تصنيف الاتحاد الأوروبي لها على أنها منظمة إرهابية واعتقال قيادية ترجعت هذه الحركة عن العنف لتسلم أسلحتها وفي بيان مؤرخ لها في 16 من إبريل الماضي أعلنت إيتا حلها يكلها بشكل تام كما جاء في الرسالة التي قرأها المدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني دافيد هارلند مؤكدة أن إيتا ولدت من الشعب والآن عادت لتذوب من جديد وسطه هذا الإعلان الهام والرامي لإنهاء آخر العمليات العسكرية الأوروبية يليه مؤتمر دولي في إحدى مدن البسك الفرنسية وهي كامبوليبا ويحضره ممثلون عن أحزاب سياسية إسبانية ستمثل ضمانة لحسن نية الحركة المنحلة رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي عقب على إعلان إيتا بأن الحركة لن تحقق مكاسب من وراء ذلك مشيرا إلى استمرار التحقيقات حول جرائم الحركة مع تأكيد على عدم إفلات أي طرف من العقاب كل المجموعات السياسية توحدت ضد القتلة وشركائهم ولهذا نستطيع اليوم أن نقول أن الديمقراطية الإسبانية هزمت منظمة إيتا وهذا النصر يرجع الفضل فيه للجميع لكل الديمقراطيين الإسبان وأيضا لجيراننا الفرنسيين وباقي دول الاتحاد الأوروبي الذين عاونونا في هذه المعركة قد تكون إيتا في طي تلاشي إلا أن الأضرار التي تسببت بها لن تتلاشى وكذلك الألم غير القابل للعلاج والذي زرعته مرارا خلال كل تفجير أو اغتيال شكرا